أكمل البرلمان العراقي التصويت على قانون الانتخابات الجديد الذي اعتمد نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية سانثيغو والتي قبلت برفض من النواب المستقلين والكتل الصغيرة في جلسة شهدت حالة من الفوضى مع بداية عقادها وكان من المقرر أن تحقد الجلسة السابتة وقد تم تأجيلها أولاً حتى العاشرة والنصف مساء إلا أن البرلمان لم ينجح بعقدها وفق الموعد الجديد بسبب عدم توفير النصاب القانونية إثر مقاطعة الجلسة من قبل النواب المستقلين والتركمان ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيلها إلى أمس الأحد ولم تعقد الجلسة إلا قبل منتصف الليلة ومع بدء التصويت على فقرات القانون اعترض النواب المستقلون على آلية سانثيغو وتسبب ذلك بمشادات كلامية مع نواب الإطار التنسيقي وعرض البرلمان الفقرات على التصويت تباعاً والتي تم التصويت عليها ومنها الفقرة الخاصة باعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانتليغو التي يعتبرها المعارضون قالوناً فصل على مقاس القوى النافذة في البلاد حيث يعود النظام الدائرة الواحدة ويحرم الكتل الصغيرة من الأصوات كما صوت البرلمان على الفقرات التي تخص محافظة كاركوك وتلزم الوزارات المعنية بتدقيق سجل الناخبين النواب المستقلون أكدوا ذهبهم للطعن القانوني بالجلسة وذلك بالتوجه إلى المحكمة الالتحادية للطعن بالجلسة